اشتركوا في القرآن وأكبر كمان من القتل كيف تصرف الحسن بن علي رضي الله عنه لو لما حصلت الفتنة هل فعلاً اللي حنا بنعيشه دلوقتي هي فتنة وما هي توصفها هنكون معنا النهاردة وأسئلة كتير جداً هجاوبنا عليها ضفنا الباحث والدعاء الإسلامي سامة القوسي صباح الخير يا فنم أهلاً صباح النور وعليكم وعلى المشاهدين ونهاركم سعيد جميعاً والشعب المصري كله بخير أشكرك أشكرك يا فنم خلينا نمتع لطول ونعرف توصيف الفتنة بسم الله أقول الفتنة طبعاً ده موضوع كبير أوي مش هنعرف نلخصه في ربع ساعة وعشرين دقيقة لكن هنحاول نحط العنوين الرئيسية الفتنة بترد يعني بمعاني كثيرة اللغة العربية لغة غنية لغة واسعة فالكلمة الواحدة ممكن يكون لها معاني كثيرة بالضبط لكن هنحط معنيين رئيسيين الفتنة بالمعنى الخير والفتنة بالمعنى الشرير فيه فتنة بالمعنى الخير وفيه فتنة بالمعنى الشرير ممكن نقول كده للناس عشان برضو يتصوروا إيه المعنى الشرير للفتنة قبل ما يشوفوا المعنى الخير المعنى الشرير للفتنة هو الشبورة يعني أنا في سكة سفر والدنيا من وراء وبعدين لقيت فجأة شبورة مش شايف مش عارف فين الطريق هي دي الفتنة بالزبط عدم تضاح الرؤية الحالة الضبابية عدم تضاح الرؤية فيه نوع من عدم الشفافية فأنا مش عارف مين الصح ومين الغلط وفين السكة وفين اليمين مش عارف حاجة خالص فالحالة دي اللي هي حالة العمى أو حالة الضبابية أو حالة عدم الوضوح والرؤية الإنسان على طول بياخد بعضه النصيحة النبوية هنا بتقلنا قعد في بيتك مدام أنت مش شايف يعني إحنا لما ميكونش ماشيين في الطريق ونلاقي شبورة بنعمل إيه لو الشبورة دي يعني نص نص بنمشي بالراحة لو اشتدت قوي بنقف على جنب الطريق ما متحركش بقى خالص دي بقى اللي حالة إيه إلزم بيتك وعليك بنفسك وأكسر سيفك اللي هي إيه الأحاديث لأن دي مجموعة روايات موجودة في الأحاديث النبوية فيها أن في حالة الفتنة الإنسان ما بيشاركش في الفتنة دي الفتنة اللي هي يا أنا يا الفوضى الفوضى هي الفتنة بالزبط فيه ناس بتسعى لإثارة الفوضى يبقى دي هي اللي بتعمل الفتنة دي الفتنة بالمعنى الشرير أنا أو الفوضى أنا أو أحرق البلد هي دي الفتنة بالزبط كده يبقى فيه طرف بيسعى للإفساد بيسعى حتى لا يفرح الناس حتى لا يعيش البشر لا يحب الاستقرار لا يحب الانتاج لا يحب الهدوء ما ذلك من الأطلق عليهم في القرآن هم الذين يفسدون في الأرض فسادا؟ بالضبط يعثون في الأرض فسادا يفسدون ولا يصلحون كثير بقى آيات وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد الله على ما في قلبه كلامه جميل وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد الفتنة بقى بالمعنى الجميل اللي هي حكمة ربنا إن ربنا ليه حكمة الفتنة هنا بمعنى الفرن بمعنى الفرن الفرن يدخل فيه المعدن الجيد يزداد بريقا ولا معانا الفرن يدخل فيه المعدن الرديء ينصهر ويسيح ويختفي نحط صفيحة في الفرن ما نلاقيهاش نحط دهب في الفرن يخرج بيبرق وبيلمع ويزداد غلوا وبريقا إذن هنا هنذكر ثلاث آيات من أول سورة العنكبوت في سورة اسمها سورة العنكبوت في القرآن الكريم أولها ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يبه هنا الفتنة هي بمعنى الاختبار هنا بمعنى الاختبار اللي حينجح في الاختبار يبقى خرج من الفتنة بخير زي الدهب واللي سقط في الاختبار هذا هو الذي فتن هذا هو الذي أصابته الفتنة يبه هنا في ناس بيجوا للحالة اللي ربنا أردها اللي هي حالة خيرية الفرن ده احنا بنعتبره شر ولا خير الفرن ده بيطلع لنا خبز بيطلع لنا حاجة جميلة ومش كده الفرن ده بيطلع لنا خزف ملون الفرن ده حاجة فيها النار إذن هناك من يستخدم النار في غير مكانها فيحرق وهناك من يضع النار في الفرن فيخرج لنا خبزا وخزفا وانتاء يخرج لنا منتجات جميلة كيف يتستخدمها يعني إذن هذه النار نفسها هي الفتنة بالضبط كده يبقى النار دي اللي حيحطها في الشارع وفي الزرع وفي الناس وفي الأولاد وفي البيوت وفي المصانع يبقى ده فتان الفتنة أشد من القتل إنسان مفسد طيب التاني بقى اللي خد النار اللي هو ربنا بقى سبحانه وتعالى لا في الفرن فإحنا بندخل الفرن الجيد فينا بيطلع أقوى كيفية توظيفة يا مولينا بالضبط كده اتحطت في مكانها الصحيح يبقى إحنا هنا ربنا بيقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة هنا فتنة عن اختبار امتحان الامتحان ده بيطلع منه الناس سقطة وناس نجحة بس هي كده فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الفتنة اللي بيسعى لها المفسد هي النار التي تحرق وتدمر الفتنة التي يريدها الله بحكمته هي الاختبار الذي يبين فيه ربنا من الصادق ومن الكاذب عشان كده قلنا مرارا جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدو من صديق طيب عائزة يا فندم كمان أعرف لماذا ذكرت الفتنة أنه أشد من القتل وأكبر من القتل زي ما يجب في قرآن الكلم لما نتصور النار المحرقة المدمرة زي حريق القاهرة في سنة حجة وثلاثين أو في سنة حجة وثلاثين أنا مش متذكر التاريخ بس حريق القاهرة مشهور يبقى فيه واحد هنا غرضه التدمير غرضه الإفساد غرضه الفوضى ده مش موضوع قتل القتل ده عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى إنه واحد يقتل واحد لكننا نتكلم عن فساد عظيم الفتنة هنا فيها عموم الشر عموم البلوة عموم الفساد الفرق بين حادثة قتل وبين فتنة إن الفتنة فيها معنى العمومية شوية يعني فيها الفساد العريض الفساد المنتشر الفساد الذي يحرق الأخضر واليابس لا يدعو كما يقال شيئا قائما فدي الفتنة هل إحنا الفتنة فعلا؟ أنا مش مع هذا التوصيف يعني أنا مش مع هذا التوصيف إحنا مع حالة فيها ناس مفسدين والناس المفسدين دون مش عايزين حد يعيش يا أنا يا الفوضى زي ما سمعنا كل الحكام المستبدون يقولون نفس العبارة أنا أو الفوضى أنا أو سأتركها لكم محروقة أنا يعني هو يا هو يا الدمار فهذه هي الفتنة التي يسعى إليها الشرير اللي إحنا فيه الآن لا مش فتنة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن الكريم فيه صحابي كان فيه جهاد رحين يجهدوا يجهدوا الأعداء اللي بيعتدوا علينا فالصحابي ده قال له إحنا رحين فين المراد يا رسول الله قال له رحين الروم كانت غزوة تبوك تقريبا فقال له معلش أنا مش عايز أطلع عشان خايف من بنات بني الأصفر البنات الشقروات اللي هناك دول خايف يفتنوني فربنا قال إيه ومنهم من يقولوا إذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا يبقى هنا ساعات واحد بيوصف الموضوع أنه هو فتنة وهو إيه وهو مش فتنة يبقى ده عايز يهرب من الواجب تصوري أن إحنا مثلا عسكري بعتناه على الحدود من جيشنا الباسل العظيم العريق المحترب فقلنا له روح حرس الحدود على الحدود ما بيننا وبين العدو الإسرائيلي فقال أصل فيه مجندات إسرائيليات جميلات فأنتم عليش سامحوني مش عايش حروح يقولوا لا ألا في الفتنة سقطوا ده أنت بقى اللي عايز تعملها فتنة دي مش فتنة الجهاد القضاء على الفساد القضاء على الإجرام القضاء على العنف القضاء على الإرهاب لا ينبغي توظيفه بأنه فتنة هذا الإرهابي هو الذي يصنع الفتنة هو الذي يشعل النار هذا المجرم هو الذي يقتل ويسفك ويتاجر بالدين ويتاجر بالأطفال ويحط الأطفال ويكتب لهم كلام ما يفهمهوش وبعد كده ونسأله يقول لك لا ده أبو يا عايش ده هم اللي قالوا لي أقول كده إذن الكذب الخداع النفاق إقاع الشر الشر بين البشر هذا هو هذه الفتنة باختصار التي بالمعنى الشرير النار المدمرة إقاع الشر ما بين البشر صحيح إذن لما بناء بناء بقى الناس بتنوض بعض اللي هو الحالة اللي احنا شفناها كده في بعض الأحيان ليقول لك الطرف التالت مين بيموت مين حتى نبينا عليه الصلاة والسلام قال الفتنة التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل لا حد عارف ده بيقتل ليه ولا حد عارف ده بيموت ليه يعني لا اللي بيقتل عارف هو في النهاية هو واخد فلوس هذا المجرم أو البلطجي زي ما احنا بنسميه واخد فلوس قالوا له وقتل فلان هو مش عارف فلان ده بيموت ليه آه خالص مزان وهذا المقتول الذي خرج لكي يعبر عن رأيه سلاحه لسانه سلاحه قلمه سلاحه فكره ورأيه ما حمل ولا حتى عصى ولا يعني سكينا ما حمل شيئا شعاره نريد حرية نريد عدالة اجتماعية أريد أن أعيش بكرامتي الإنسانية إنسان سلاحه حريته سلاحه ثورته لا يؤذي أحدا ملايين البشر ينزلون إلى الشارع لا يؤذي أحد منهم أحدا مية ينزلوا الشارع الدم ينزل على الأسفل الله يبقى هنا من الذي يصنع الفتنة هؤلاء المئة هؤلاء الخمسمائة أما هذه الملايين المملينة التي ملأت ميادين وشارع مصر دون أن يؤذي أحد منهم الآخر دون أن يقتل أحد أحد دون نقطة دم واحدة دون كلمة فيها بذاءة هذا مشهد رائع هذا مشهد حضاري هذا مشهد عبقري كلنا نفتخر بهذا الشعب أننا جزء من الشعب الجميل الحضاري اللي جذوره في التاريخ تدل على أنه شعب محترم شعب مسالم شعب لا يحب الدماء لا يحب الأشلاء لا يحب العنف لا يحب أي شيء يؤذي الآخرين المسلم من سلم المسلمون من لساني ويادي مش هو ده المسلم ده صحيح عايزة أعرف من حضرتك إزاي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفتن من بعده وكمان عايزة أكملها بالحضرتك قلته بس نشرحه أكتر وإزاي أوصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالعمل إذا وقعت الفتنة طيب الفتنة اللي هنا بنتكلم عنها بالمعنى الشرير اللي هي النار المنفلتة تمام كده ومعنها أن الناس عملت موت بعضيها ومحدش عارف طب على إيه في الآخر عشان كده سيدنا الحسن يمكن هنجيب سرته في الكلام ضمنا لأنه كان لسه صغير طفل فجيه وهو صغير فقعد على حجر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طفل لسه ما ما وصلش لسنة حتى التكليف لكن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ربنا أوحاله بحاجة فرح حاطت إيده على الحسن وقال إن ابني هو حفيده طبعا بس الحفيد ابني زي ما قاله أعز الولد ولد الولد قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هنا أخبر عن شيء مستقبلي وهذا من علامات نبواته صلى الله عليه وسلم فلما كبر سيدنا الحسن حصلت الفتنة اللي بين الإمام علي وبين سيدنا معاوية رضي الله عنهما صراع على الملك بعد مقتل سيدنا عثمان فمقتل سيدنا عثمان كان فتنة تم اغتيال خليفة المسلمين رئيس المسلمين اغتالوه الخوارج ناس مفسدين في الأرض راحهم أنت ما بتحكمش بالعدل وراحهم دبحينه وهو بيقرأ القرآن فمات سيدنا عثمان شهيدا رضي الله عنه ذو النورين اللي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زواجه ابنتيه رقية وأمه كلثوم يعني تزوج واحدة وماتت راح مجوزه إيه أخته فذو النورين اسمه ذو النورين يعني اللي عنده نورين في بيته ده فسيدنا عثمان الذي ذبح ظلما وعدوانا من أهل الفتنة بقى الخوارج هم أهل الفتنة اللي بيموتوا وبيقتلوا وبيكفروا الناس دول أهل الفتنة فسيدنا الحسن بعد ما تولى أبو كان رأيه أن أبو ما يدخلش في المعمعة السياسية دي يا أبي كان بينصح والده على طول سيدنا علي صمم على الوقوف بحزم في المسألة فحصلت معركة الجمل ومعركة صفين ومات فيها كثير من الصحابة دي فتنة أن الناس المسلمي الصحابة يقاتلوا بعضهم بعضا ومين داد العشر المبشرين بالجنة سيدنا علي هنا أحد العشر المبشرين وهنا الزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله يعني طلحة والزبير في فريق أحد العشر المبشرين الإمام علي واثنين من العشر المبشرين في الفريق الثاني تصوري كده العشر المبشرين في الجنة الفتن السياسية أوقعتهم في بعض هنا نبينا عليه الصلاة والسلام مدح سيدنا الحسن ولم يمدح الإمام علي في القتال مع أن الإمام علي كان أقرب الطائفتين إلى الصواب بس لما لقنا الدنيا دخلت في إيه بأدم بحور من الدماء لا هنا لا نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللي مش عارف مين على الحق ومين على الباطل مين الصواب ومين الخطأ يقعد في بيته ويأخذ سيفه ويكسره عشان يضمن أنه هو ما يشارك في هذا القتال ولو دخل عليه في بيته الصحاب يقول له ولو دخلوا علي قال كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل يعني كمان لو دخلوا علي ببيتي وعايزين يدخلوني في الفتنة دي غصبا عني لا أفضل أن أنا أكون هابيل وما كنش قابيل كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل ما هو هابيل عمل كده قال له أخو إيه قال أخو قال له لا أقتلنك قال لا إن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إذن هنا الفتنة اللي هي فيها قتال ودماء وبحور وأنهار ومحدش عارف مين الصح ومين الغلط وقعد في بيتك لكن إلا عارف يعمل إيه بالضبط أنا عايزة ربا إلا عارف يعمل إيه ربنا قال لنا بقى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لما يحصل بقى إن الناس تقاتل مع بعض فأصلحوا بينهما الأصل إن إحنا نصلح طب ما عرفناش نصلح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي آه لا هنا بقى ما فيش حاجة سمع أعد في البيت أنا عرفت إن هذا هو المعتدي هذا هو الظالم هذا هو الباغي هذا هو الإرهابي هذا هو القاتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت وربنا ما قالش على فكرة فاقتلوا إنما قال فقاتلوا في فرق كبير قوي بين قاتلوا واقتلوا القتال مش الغرض منه القتل الغرض منه إنهاء الفتنة يعني أنا عايز أجيب البني آدم ده تعال للعدل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين يعني أنا أجيبه بالعافية عشان نوقفه قدام القضاء العادل والعاجل عشان نشوف مين الصح ومين الغلط ما ينفعش إن إحنا كل واحد مننا ياخد حقه بإيه بإيده وهذه هي الفتنة بالضبط بالضبط كده الشيخ والدعاية والباحث الإسلامي الشيخ أسام القوسي باشروا حركة فاننا مع روكودك معنا شكرا لكم وأنا بشكركم وفعلا لما بعض ما حركة بحس قد إيه يعني يعني عايزين نماذك كثيرة من حضرتك يكونوا فعلا موجودين على شاشات عشان ديننا جميل جدا جدا وديننا سامح جدا جدا بس الفهم الصحيح للدين ربنا يكتر الناس العقلة والناس المستنيرة بإذن الله تعالى هيجي بالتدريج إن شاء الله أشكرك يا فاننا أشكرك على وجودك شكرا لكم ننتقل معكم الفاصل ونكمل معك وبقاء فكرات نهارك سعيد فخليكم معنا